اشتركوا في القناة مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغان من يحياك الله يا دكتور وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في شهي رمضان المبارك وأن يتقبله منا وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام وصالح الأعمال بارك الله فيكم وحياكم الله ونسأل الله أن يتقبل منا ومن جميع المسلمين بإذن الله تبارك وتعالى فضيلة الشيخ الدكتور يعني للأخوة المشاهدين نعم كعادتنا نحن في شهي رمضان نزيد جرعة برنامج في رحاب سورة لأننا في شهر القرآن فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في هذا الشهر الفضيل فضيلة الشيخ الدكتور لا زال الحديث متواصلا في رحاب سورة الواقعة من كتاب الله تبارك وتعالى انتهينا تقريبا من أصحاب الميمنة أو لازلنا في أصحاب الميمنة وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وذكرنا تفصيلا في السابقين عفوا السابقون نحن الآن في السابقين والسابقون السابقون أولئك المقربون إلى أن يقول الله سبحانه وتعالى يطوف عليهم ملدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين هنا توقفنا وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون هناك في سورة الرحمن نعم قال حور مقصورات في الخيام نعم صحيح وقال لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فذكر من صفاتهن العفة والقصر وعدم يعني الخروج ربما وعدم يعني العفة أكثر نعم دلل على العفة نعم صحيح هنا قال وصف وصف جمالي جمالي حسي حسي بارك الله فيك قال حور عين بارك الله فيك ما معنى حور العين ولماذا اختلف الوصف بين الرحمن وبين الواقعة بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله كما تفضلت هو في كل سورة الله تبارك وتعالى يختار من التصوير ويختار من الأوصاف والنعوت ما يتناسب مع الصورة هذه نظرية حققناها في عدد من الصور نحن اليوم مع صورة الواقعة وبدأنا التفصيل في السابقين إلى أن وصلنا إلى قوله تعالى وحور عين قبل سامحني قبل أن أجيبك عن سؤالك ما معنى الحور وما معنى العين رفض حور هنا جاء كما تعرف مرفوع جاء مرفوع الواو ما شأنها عاطفة الواو عاطفة عاطفة علامة علامة هو الكلام الواو عاطفة قبلها اقرأ لي من فضلك الآية معلشي قبلها مباشرة وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون بارك الله فيك وفاكهة مجرورة ولحم طير مجرور صحيح بينما وحور عين مضمومة هي الواو عاطفة قولا واحدا لكن تعطف على ماذا هنا العلماء فكروا والمفسرون قالوا تعطف على الفعل يطوف الأول يطوف عليهم ولدان مخلدون وحور عين ويطوف عليهم حور عين هذا احتمال وتعرب فاعل الإعراب الثاني وفيها حور عين يختارون كما اخترت أنت الآن يختارون مضاف مجرور يقولون ينعمون في جنات ونعيم وينعمون بفاكهة كثيرة مما يتخيرون وينعمون بصحبة حور عين بصحبة حور عين بمصاحبة فيضمرون مضاف محذوف قرئة بالجر قرئة بالجر قراءة صحيحة لكن قراءة حفص رواية حفص عن عاصمة التي هي مستهرة في المشرق والمغرب وحور بضمتين طيب إذا قرئت بالجر لماذا لا نعطفه على ما قبلها مباشرة لماذا لا نعطفه على ما قبلها يعني فاكهة يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وبفاكهة وبلحم وبحور عين جيد يطوفون عليهم بحور عين هذا المعنى لم يستقبله العلماء يعني كيف يطوف الولدان على المناعمين بحور عين إلا يستقيم إلا يستقيم فقالوا يجوز أن نعطف على الفعل نقول ويطوف عليهم حور عين أو نقول فيها حور عين هكذا أما عندما نعطف فنقول وصحبة حور عين هكذا يعني من باب التناسب في جنات النعيم وفي صحبة حور عين هذا الذي يقدره العلماء نأتي الآن إلى ما ذكرت نعم الأوصاف هنا حسية الحور جمع حوراء والحوراء ما لديها حور في العين والحور هو شدة بياض بياض العين وشدة سواد سواده العلماء يقولون وهذا من الجمال عندنا في اللغة العربية الحور وعندنا الحوال والعور العور صفة ذنب والحوال وصفت يعني عينه تنحرف والحور زينة وجمال إن العيون التي في طرفها حور نعم قتلنا ثم لمحين قتلنا على لسان جليل جيد وحور جمع حوراء عين جمع عيناء والعيناء واسعة العينين هكذا والعرب وغير العربي يحبون من أوصاف العيون هذه الأوصاف إذن وفيها حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون كأمثال حتى نمشي في التفسير الكاف للتشبيه صحيح وأمثال للتشبيه للتشبيه بارك الله فيك اللؤلؤ المكنون اللؤلؤ هو صغار الدري الأبيض الناصع الصافي الجميل المكنون بمعنى المسطور والمصون والمحفوظ جيد هنا نجد أن الله تبارك وتعالى يمتن على المنعمين من السابقين أنه أنه يرزقهم وينعم عليهم بحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون لم يقل كاللؤلؤ المكنون لم يقل أمثال اللؤلؤ المكنون بأن أتا من الاثنين البلغيون يقولون هذا التشبيه أدنى مراتب التشبيه سبحان الله أرضعف التشبيه أصل التشبيه أستاذ محمد لما يقول زيد أسد هذا أصل التشبيه تشبيه البليغ مع أن الأداء تشبيه غير موجودة إذن نحن مع التشبيه البليغ لو قلنا زيد كالأسد أقل شوي لو قلنا زيد كمثل الأسد هذا أضعف أنواع التشبيه لماذا قال هنا أضعف أنواع التشبيه طيب لماذا قال في ليس كمثله شيء نفس الكلام وما يقولون الإتيان بمثل التأكيد وهنا يقولون للتأكيد وفي الوقت نفسه لأضعف أنواع التشبيه كأن الله تعالى يقول الحور العين يشبهن اللؤلؤ في شيء واحد فقط أو شيء وهي الصفاء والبياث أما الحور فهذه لا وجه للمقارنة للمقارنة هذا إنسان هي إنسان منعم مكرم خلقه الله على وجه خاص واللؤلؤ جمعا فيه بياظ وصفاء لكن شتان بين الإنسان وبين اللؤلؤ طيب ما وجه تشبيه إذن بين الحور وبين اللؤل في البياظ والصفاء واللمعان لغير ذلك بينما اللؤل في النهاية جماد صحيح والحور يعني ناعمات يخلقهن الله نساء في الجنة صحيح إذن وجه الشبه بعيد للبعد فاستعمل كأمثاله و لما تقول أنت ليس كمثله شيء طبعا من يشبه الله لا نقول ليس مثله لا ليس كمثله كلما بعدنا لا يوجد شبيه لله تعالى شايف القصة و البعد في المبنى بعد في المعنى بارك الله فيك و هذا معنى دقيق يذكره العلماء طيب قال كأمثال اللؤلؤ المكنون ما المكنون؟ المكنون من كنا الشيء و كاننا يفيد لجتنان والاستطار المكنون مصور محفوظ مستور هناك قال مقصورات في الخيام مستورات لا يصبهن شيء ولا يلمسهن شيء هنا قال كاللؤلؤ المكنون المحفوظ الذي يخبئه صاحبه و يخزنه و يستره و هذا دليل على الصيانة أيضا و على عدم تمكن أي جهة منهن طيب أنا هنا أجدني في حيرة من أمري الله سبحانه وتعالى حينما جاء و ذكر السابقين قال السابقون السابقون أولئك المقربون و بدأ يذكروا ما لهم من نعم قال في جنات النعيم ثم قال على سرر موضون متكئين يطوفون أو يطوف عليهم بأكواب لا يصدعون عنها و فاكهة و لحم طير و حور عين ثم قال جزاء بما كانوا يعملون هل هذه جزاء بما كانوا يعملون متعلقة بما ذكر الآن عن وصف الحور أم لكل ما ذكر لكل ما ذكر أتوقعت منك هذه الإجابة لكن إذا كان لكل ما ذكر لم أخر نعمة أخرى تأتي يعني في العادة الإنساني يذكر النعم ثم يأتي بالخاتبة هذه أو الحوصة أو الحوصة أو غير ذلك فيقول جزاء بما كانوا يعملون لكن بعدها قال لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما ثم قال وأصحاب اليمين بارك الله فيك ما شاء الله عليك أولا الجواب المعروف جزاء بما كانوا يعملون تعود على كل ما سبق كأن الله تعالى يقول أنعمت عليهم ونعمتهم وسأنعمهم بكل هذه الأنواع والأصناف جزاء بما كانوا على الجميع أنت سؤالك ما شاء الله عليك لماذا جاءت هنا ولم تأتي بعد نهاية النعيم صحيح هذه جملة اعتراضية بالعكس الجملة الاعتراضية الإنسان ينتبه إليها الجملة الاعتراضية أنت تقول وأنا لقد وجهت إلى سموك حفظك الله برسالة هذه الجملة الاعتراضية كان العلماء والبلغيون يستعملونها وأنت عندما تقول إن ستكلمه وتقول ولقد أخبرتك أعطال الله عمرك في المرة الماضية نبهت يعني بأنك متأدب معه وكذا الجملة الاعتراضية فيها تنبيه وهذا التنبيه الله يبرزه لو تركها بالأخير ممكن تنتبه وممكن ما تنتبه جاءت في وسط النعيم هذا واحد أقوله ثم واصل وقال لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيم هذا أيضا من النعيم إلا قيلا سلاما سلاما لكن ما نوع النعيم الذي أخره نعيم معنوي آه هو لم يوقف نفسي نفسي معنوي لا يسمعون بعدما كان يقول حرعين وفاكهة وأقواب هذا كله حسي بعد ذلك أخر النعيم يعني فيه شيء من الترقي كذلك آه نعم فيه من الترقي وفصل النعيم المعنوي عن النعيم الحسي فأتى بجملة اعتراضية تقول هذا الكلام كله جزاء بما كان يعني كأنه من تمام النعم عليهم والإنعام عليهم أنهم حتى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيم وهذا الذي يقوله المفسرون أنت الآن أحيانا تكون في مجلس وتأكل أطائب الطعام وأطائب الفاكهة وتكون في حالة منعما تكون منعما تكون منعما وتسمع كلاما يؤذيك نفسيا والله أنت تهاجر هذا المجلس وتهجره صحيح صحيح جميل لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيم زيادة في تنعيمهم لا يصل إلى سمعهم وإلى مداركهم ما يؤذيهم من كلام الباطل ومن لغو ومن ومن لغل إذن جزاء بما كانوا يعملون جملة اعتراضية جاء بها هنا لهذا المعنى بارك الله فيه طيب قال جزاء بما كانوا يعملون هنا كذلك نريد أن نقف على مسألة فضيل الشيخ الدكتور نعم وهذه النقطة تحدثنا عنها سابقا كثيرا نعم ومرت علينا بعض الآيات كذلك في هذا الشأن هل ما حصلوا عليه وما حصلوا عليه في الجنة جاء جزاء بما عملوا في الدنيا أم تفضلا من الله سبحانه وتعالى لأن أعتقد للمعتزلة كلام في هذا الأمر ولأهل السنة ولأهل السنة كذلك لأن المعتزلة أعتقد قالوا أن هذا من باب الواجب على الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم هذا الجزاء بارك الله فنفصل في هذه المسألة هو قضية أولا جزاء الإعراب سيفيد الإعراب جزاء هو مفعول لأجله كأن الله تعالى يقول فعلت بهم ذلك وأفعل بهم ذلك جزاء مفعول لأجله هذا من ناحية طيب هذا المعنى تحصل هكذا نعم المفعول لأجله هذا عنده جميع لا أنا أقصد المعنى هنا تحصل أن هذا الجزاء حصل عليه جزاء لما عمله جميل لكن القرآن كما تعرف هو الأحاديث النبوية الصحيحة تفسر جملة في القرآن كثير من الآيات وفي السنة النبوية وأشهرها الحديث المشهور لا يدخل الجنة أحد بعمله الحديث المشهور يعني صحيح قالوا حتى أنت يا رسول الله نعم قال إلا أن يتغمدني الله برحمته لا يدخل أحد الجنة بعمله هذه الصيغة وهذا الحديث رواه البخاري رواه مسلم إلى غير للي إذن لا يدخل الجنة أحد بعمله إنما بفضل الله ورحمته جيد ما جدوى هذا الكلام هذا الكلام يقول العلماء بالتوفيق دخول الجنة برحمة الله وفضله درجات الجنة تكون بالعمل هكذا نعم هذا هو الفرق وإلا لو كان كل شيء في نفس الشيء معنا كل أهل الجنة في درجة واحدة القرآن يقول لا يقول السابقون والأبرار محسنون درجات صحيح الجنة درجات والنار دركات دخولك أيها المسلم إلى الجنة برحمة الله لأن برحمة الله وفقك للعبادة وفقك للتوحيد وفقك للعمل الصالح ورفعك في درجات الجنة بعملك الصالح لذلك يتميز السابقون عن غيرهم بماذا؟ بالأعمال الصالحة والمبادرات رفعتهم أما الكل برحمة الله تعالى هذا هو رأي أهلي السنة والحديد الآخرون كأنهم كما تفضلت المعتزلة يجيبون على الله الله لا يجيب عليه شيء والدليل سنصل أستاذ محمد بعد قليل سنصل إلى أصحاب الميمنة وأصحاب الشمال وسأشرح لك شيئا حتى لا يذع من وقتي لكن هنا علينا أن نوقن أن الله يدخل المسلمين السابق والجميع برحمته ويرفع بعضهم فوق بعض درجات بأعمالهم بارك الله فيه جزاء بما كانوا يعملون في الدنيا ويعملون متواصلين ولا جزاء بما عملوا لا لا مستمرين على عملهم بس هذا الذي لابد أن نفقل جزاء بما كانوا يعملون ويستمرون أنت تصلي اليوم وتصلي غدا وتحج غدا وتستمر إلى أن تلقى الله هذا مفيد جدا طيب قال لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيم نعم لا يسمعون فيها في الجنة صحيح نعم طيب لا يسمعون اللغو ما هو اللغو وما هو التأثيم ولم استثنى من السماع إلا سلاما سلاما إلا قيلا سلاما سلاما ورد الله يعني هذا أمر وهذا أمر مختلف وإن كان من نفس الجنس يعني كلام 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 لكن هذا كلام فاحش كلام سيء وهذا كلام جيد فلما يستثني الجيد من السيء هكذا بارك الله فيك إذن هنا كما تفضلت قبل قليل هذا من الترقي بعدما وصف أصناف التنعيم الحسي ترقى بهم إلى المجالس وتلك المجالس قلناها مرارا هي من أسمى ما يكون في الجنة لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيمة الذين ينعمون ويجلسون على صدر المتكئين متقابلين لا يسمعون كلاما فيه اللغو اللغو هو كل كلام باطل ما لا محصل من ورائه ما لا طائل من ورائه لغو الكلام هذيان كلام باطل يعني يخوض في كلام لا فائدة فيه وهذا يذكرني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان بعيد لكن لعل المعنى متقارب يعني نعم إذا لغى كلب في إناء أحدكم أستاذ محمد إذا ولغ ولغ عفوا نعم ولغ ولغ من نفس العائلة من نفس العائلة هكذا يعني من نفس العائلة لكن على طريقة الاشتقاق عند ابن جني ولغ بمعنى أدخل لسانه والذي يلغو يضع لسانه في ما لا يعني يعني فيه تقارب على نظرية الاشتقاق الأكبر الاشتقاق عند ابن جني نعم لا يسمعون لغو الكلام لاه ذكرني بآية قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة المخاشر والذين هم عن اللغو معرض المسلم والمؤمن الحقيقي يعرض عن اللغو عن كل ما لا أصل له ولا فائدة من ورائه طيب هذا اللغو والتأثيم التأثيم أنت تؤثم صاحبك تنسبه إلى الإثم أثمته أي لقد ارتكب إثما بمعنى أنت تؤثمه وتقول أنت لقد فعلت ذلك فعلت حرجا فعلت معصية في مجالس الجنة لا يوجد تأثيم لا أحد يقول للأخر يا أخي لماذا فردت في حقي وأنت لقد سببتني وأنت يعني انتهكت عرضي أو تؤثم لا أحد يؤثم صاحبه في تلك المجالس ولا يسمعون فيها إلا القول الجميل الحميد المحمود إذن نعم هذا يذكرني بآية لعلها في سورة النبا الآن فتحت على سورة النبا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا ما شاء الله عليك هكذا هي الآن في آخرها تقريبا نعم لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك أعطاء الحساب لا يسمعون لغوا ولا كذبا ولا تكذيبا ولا أحد يؤثم الآخر أو يكذبه مجالس رفيعة مجالس كلها خير وتسبيح وحمد لله تبارك وتعالى نعم واضح لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيم إلا بالله عليك أنت لما تسمع إلا المفروض المستثنى يكون من المستثنى منه فإذن هذا استثناء منقطع هذا استثناء منقطع كأن أنت لما تسمع لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيم إلا كأنه ثمة جنس من هذه الكلمات يسمعون يقول لا إلا سلاما سلاما أتى باستثناء منقطع من بابي قال البلغاء والبلاغيون من بابي تأكيد المدح بما يشبه الذنب هكذا تأكيد المدح بما يشبه الذنب لأنك أنت لما تسمع لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيم إلا سبحان الله ماذا يسمعون إلا سلاما سلاما يزيد في المدح يزيد في المدح لأن السلام ليس من جنس اللغوي ولا من جنس التأثيم وإن كان كله كلام وإن كان كله كلام على طريقة البيت الذي شغف به جميع العرب بيت النابغة نعم نعم ولا عيب فيهم إلا أن سيوفهم بهن فلول من قراء الكتائب هو يقول لا عيب فيهم في هؤلاء الممدوحين إلا ملعب الذي سيقول ملعب الذي قل سيوفهم فيها فلول من قراء الكتائب هذه مدح وليس دما إذن مدح بما يشبه الذن لو في أبيات يعني القرآن وظف هذه التقنية البلغية الرائعة وكانت شائعة عند العرب شائعة بالحقس يتذوقونها السلام عليكم بالله عليك القرآن لما يقول وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا هل أجرمنا نحن إلا أن آمنا بالله هذا مدح بما يشبه الذن وهذا لا يستحق النقم يعني لا يستحق الانتقام أو انتظر معي في الهجرة الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا أنت تقول هل فعلوا إجرام يقول إلا أن يقولوا ربنا الله هذا من بليغ الكلام والعرب يتغنون ببيت من الشعر الجميل يعني فتن كملت أخلاقه كملت أخلاقه غير أنه جواد لا يبقي للمال بقيم الله وهذا أكمل وهذا أكمل وأجود وأجمل هنا القرآن أجاء إلى العرب بهذا الأسلوب لا يسمعون فيها لغو ولا تأثيم إلا قيلا سلاما سلاما وكلمة سلاما سلاما ليست للتأكيد إنما يقول إلا سلاما بعد سلام دليل على ماذا على كثرة المسلمين هذا يدخل يقول سلام وهذا يرض السلام والملائكة تدخل عليهم من كل باب لكن هذا يذكرني بآية أخرى وتعرف القرآن يفسر بالقرآن هناك قال الله صلى الله عليه وسلم سلام قولا من رب رحيم هنا تقول سلاما سلاما يسلمون على بعضهم البعض فألا يمكن أن يقصد هنا إلا قيلا سلاما من رب العالمين هذا وعدد يسلم عليهم نعم وهذا سلاما سلام قولا من رب الرحيم ممتاز هذا تسليم الله ويعطيهم السلام النهائي هذا واحد ثنين الملائكة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما عانيتم في الدنيا وصبرتم على المحرمات والشهوات وأطعتم الله إذن سلام من الله وهو أعظم سلام من الملائكة تسليم بعضهم البعض هذا الذي يسمعون أنا فصلتها كالآتي عندما كتبت قلت لا يسمعون لغوا ولا تأثيم وإن كان لابد أن يسمعوا شيئا فهو كلمات السلام المكررة سبحان الله فقط وهذا النعمة عظيمة في الجنة وإن كان السلام والدا من الله سبحانه وتعالى أو من ملائكته فلذلك استحق هذا التأخير وأن يكون خاتمة والترقي في الجزء بارك الله فيك بارك الله فيك سبحان الله طيب إلا قيلا سلاما سلاما قيلا أي قولا قولا نعم وقيله يا رب قال يقول قولا وقيلا مصدر طيب على ما نصبت سلاما بالمصدر يعني نسلم سلاما إلا قولهم سلاما على الحكاية على الحكاية يقولون إلا أن يقولوا سلاما سلاما من هذا البعض أو إلا تسليمهم سلاما سلاما نعم يسلمون سلاما سلاما نعم بارك الله فيك طيب الآن يتحدث عن أصحاب اليمين نعم قال وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين نحن تحدثنا سابقا وقلنا لما قال هناك الميمنة ولم قال هنا اليمين وقلنا الميمنة من اسم المكان صحيح نعم والمشأمة والمشأمة اسم المكان كذلك وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخطوط بارك الله فيك لكن لا بد أن نضيف شيئا وأصحاب اليمين بدأهم أولا بعد السابقين جاء ذكر أصحاب اليمين وعندما تحدث عن أصحاب اليمين أصحاب اليمين العرب يكنون عن الشيء الحسن باليمين صحيح ونقول فلان يمشي على يمين الدهر مثلا هذه الكناية فلان الآن هو في عزه ميسور يمشي على يمين الدهر ولو كان الإنسان انعكست حياته كنه على يسار الدهر بمعنى السجنة أو صابته مصائم من الكنايات فيأخذ أصحاب اليمين أولا أصحاب اليمن وأصحاب اليمين يدخلون الجنة على اليمين ويؤتون كتبهم بأيمانهم والشمال العكس يكونون على الشمال والشمال يتشاءم به ويؤتون كتبهم بشمائلهم ومن وراء ظهرهم قال سؤال رقم اثنين أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين للتفخيم للتفخيم والتهويل والتعظيم من منزلتهم بينما عند السابقين ماذا قلنا والسابقون السابقون لا يحتاجون إلى سؤال يا أخي هذا حتى يعظمهم سأل عنهم قال الخارون لا تسأل عنهم السابقون هم السابقون معروفون بلفظ السابقين لا ينبغي حتى أن تسأل عنهم هذا من ناحية جيد الآن قلنا في الحلقة الماضية على ما أذكر أو ما قبلها وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة لماذا أخر هنا وذكر أصحاب اليمين وذكر هناك أصحاب المين لماذا لم يعكس وذكر هناك أصحاب المشأمة وسيأتي أصحاب الشمال لماذا لأن لفظ الميمن بحد ذاته من اليوم مكان اليوم ميزهم الله بالمكان هؤلاء أصحاب اليوم أصحاب المشأمة الشؤم والسابقون انفرضوا هنا الآن قال أصحاب اليمين ما زال في شيء نفسي وفي نفسك شيء نعرف أكثر عنهم جاء التفصيل مع أصحاب اليمين لا مع أصحاب الميمنة لأن أصحاب الميمنة لا يحتاجون إلى أن يعرفوا المكان يعرف بأنهم في الميمنة والمشأمة في الشعم وفي كل ما يعود عليهم بالنحس لما جاء الآن أصحاب اليمين ذكر هنا التفصيل أكثر هذه النكتة التي يذكرها بعض المفسرين بارك الله فيكم طيب قال في سدر مخضود نعم ما هو السدر وما هو المخضود وأي تنعيم في سدر مخضود بارك الله فيك أولا قبل أن أجيب لا ينبغي أبدا أن نشبه ما في الجنة بما في الدنيا أن نشبه ما في الجنة بما نعرف بما نعرف هو فقط في الإسم وأتوبه متشابهة فقط السدر أولا العلماء يعرفون السدر هو شجر من العضاة فيه شوك لكن ألا تقولون دائما فضي الشيخ الدكتور أن القرآن خاطب الناس بما يعلمون وخاطب العرب بما يعرفون صحيح وجل ما في القرآن من بيئة العرب نعم ولم يأتي بشيء غريب عنهم حتى يفقهوا وحتى يعرفوا كيف يكلمهم والله سبحانه وتعالى طيب فإذن السدر في ذهن العرب معهود جميل لكن إذن نأخذ القرآن بكل تفاصيله القرآن الذي خاطب العرب بما يعرفون خاطبهم وقال وأتوا به متشابهة هذه نشبهه ونقرب لكم فقط حقيقة السدر حقيقة السدرة المنتهى غير معقول وهي أعلى منطقة أو أعلى مكان الذي وصل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك أبدأك من هنا جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وعجبني الصحاب الجليل كان أصحاب عبد الله بن المبارك يروي هذا الحديث أخرجه الإمام الحاكم وذكره المنذري في الترغيب والترهيب قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون إن الله لينفعن بالأعرابي يأتي عند رسول الله لما يأتي أعرابي كانوا يسرون لماذا؟ الأعرابي لا يستحي ويكون جريئا ويسأل الرسول صلى الله عليه وسلم والسؤال فيه فائدة والسؤال فيه فائدة قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الله في الجنة شجرة مؤذية أرجعنا الكلام يقصد السدر يقصد السدر بارك الله قال شجرة مؤذية وما كنت أرى في الجنة شجرة تؤذي صاحبها يعني أنا سؤالي حينما قلت أي نعمة في السدر كان مشروعا مشروعا وسأله الصحابة وسأله المفسرون كل واحد يقول السدر أخي المعروف السدر فيه شوك أوراقه صغيرة أوراقه صغيرة لكن فيه نعمة أخرى لا تنساها يستظل به الناس وظله محمود وثمره كذلك تأكله الطير النبق ثمره النبق نحن نسميه بالمحلية النبج النبج يا أخي أنا سمحني النبق وهي لغة فصيحة نعم نعم بارك الله فيك إذن قال ذكر الله في الجنة كما قلت لك ما كنت أرى في الجنة شجرة تؤذي صاحبها قال الرسول صلى الله عليه وسلم وما هي فصل يتعجب وما هي قال السدر فإن له شوكا مؤذية قال الرسول صلى الله عليه وسلم أليس الله يقول في سدر مخضود مخضود مقطوع الشوك خاصة انتهى الكلام سدر الجنة مخضود لا شوك فيه فيه ظل جميل ورائع في حديث آخر فجعل مكان كل شوكة ثمرة هكذا جيد بالله عليك رأيت أنت الشوك ما أكثره ما أكثره في السدر جيد تخيل الآن لو بدل كل شوكة ثمرة والحديث روه الإمام الحاكم والمندري وقال إسناد حسن إذن الله يقرب لأهل الدنيا بما يعرفون لكن في نفس الوقت أعطى أوصافا ترقى بهم إلى ما يريد لأن الجنة والنار لا تقاسان على الدنيا جيد في سدر مخضود الإمام ذكرني الإمام الراغب أعطيك التعليم شجر قليل الغناء عند الأكل لا يغني أنت النبق هذا يعني لا يشبع لا يشبع لا يطعم صاحبه ولذلك قال عندما تحدث عن بلقيس ومملكتها قال وأثل وشيء من سدر قليل أي أكل كان عندهم أثل وشيء من سدر قليل وقد يخضض ويستضل به وهنا التنعيم الذي ذكره هنا السدر ليس مقصودا به الأكل أستاذ محمد قل لي لماذا لأن سيأتي وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة إذن من مراد هنا مراد ذل السدر بارك الله فيه ومخضود بمعنى مقطوح الشوك طيب هنا قال في سدر مخضود ثم قال وطلح منضود نعم نحن سبقا تحدثنا في حلقة ربما البداية عن الطلح وقلنا هل هو الطلح أم الطلع هل هو الموز أم طلع النخلة نعم وما هو المنضود بارك الله فيك جمهور كبير من المفسرين يقولون الطلح هو الموز شجرة الموز والموز ثمرته تأتي منضدة متناسقة جميلة في العرض وأوراقه كبيرة هذا جمهور بعضهم يقول وأنا نقلت أقوال المفسرين شجر له نور ورائحة وظل ظليل وهو من كبار العضاة العضاة يعني الشجر في الشوك ويكون في الصحراء ما فائدة هذا النوع من الطلح هو الظل الممدود الجميل العرب يحبون الطلح ويحبون السدر في ظله بارك الله فيك وإن كان كثير من المفسرين يقولون هو يشبه الموزة وبعضهم يقولوا هو الإمام بن القيم وهو من سادة أهل التفسير والعلم السدفية المعتدلة يقول قال أكثر المفسرين هو الموز والمنضود هو الذي قد نضد بعضه مع بعض يعني يقصد الثمرة الثمرة نعم لأن بالفعل الثمر عفوا الموز يأتي ثمره منضودا يعني مصفف بارك الله فيك وجميل المنظر وجميل المنظر إذن وقيل الطلح الشجر ذو الشوكي نضد مكان كل شوكة ثمرة هذا الإمام بن القيم يقول فثمره قد نضد بعضه إلى بعض وهذا القول أصح ويكون من ذكر الموز من السلف أراد التمثيل نحن نقف هنا نقول شجر طويل جميل له أوراق رائعة له ثمرات منضدة هذا الذي ذكر طيب المنظود هو الطلح أم ثمر الطلح ثمره يعني يعني يقصد مثل لما نحن نقول فلان جميل يقصد جميل الوجه نعم بارك الله أو حسن الوجه نعم فطلح منضود الثمر جميل أو طلح منضود ثمره ثمره جوز ما شاء الله عليك وهكذا ولو قيل أيضا عن أوراقه الجميلة منضود الرائعة المتناسقة أيضا جميلة الإمام الرازي ماذا قال حل المشكلة قال بعضهم يقول السدر ورقه كما قلت صغير والطلح ورقه كبير ما سر اختيار هاتين الشجرتين قال العربي البليغ عندما يأتي بأقل شيء بأكبر شيء يقصد ما بينهما كل شيء كل شيء أنت الآن لما تقول والله فلان يملك المشرق والمغرب ويملك المشرق والمغرب ما بينهما هذا المقصود هذا المقصود في القرآن ولله المشرق والمغرب وما بينهما لا يملكهم لما تقول فلان كريم يعطي الصغير والكبير ويعطي المتوسط ويعطي للجميل هذا من نفس القبيل أتى بالسدر المخدود و الطلح المنضود و كل ما بينهما من أنواع الأشجار يدخل هنا لماذا؟ لأن المراد ما يأتي كل ما يأتي ما هو و ظل ممدود أيها المراد هو الظل أنا أبقى في هذه المسألة أنه سبحان الله السدر ربما يكون من أصغر الأشجار ورقا ممتاز و الطلح إذا جاء على الموز هو من أكبر الأشجار ورقا و أنت تظن أن الرازي يتكلم و هكذا بدون الرازي من أعقل العلماء و كان يفكر في الكلمة قبل أن يكتب الفخر الرازي تفسير كبير الفخر الرازي يعني هو عقلي هو عقلي أكثر و منطقي لكن في بعض اللفتات يقف على الدقائق فهنا قال أتى بالسدر و الطلح لهذا المعنى ولكن ثمت أشجار أخرى كثيفة والدليل أن المراد ما سنصل إليه الاستمتاع والاسترواح بالظل الجميل و ظل ممدود ممدود بارك الله فيك نعم طيب هنا لدي السؤال هو قال ظل ممدود لأن المد يذكرني بالمدة نحن نسميها مدة السجادة التي تمد جيد تمد مكانا صحيح؟ نعم لكن الظل أحيانا يمد زمانا زمانا يعني يقول أدام الله ظله هكذا يعني بقي فترة طويلة نعم فهنا لما قال و ظل ممدود ممدود زمانا أم ممدود مكانا ممدود زمانا ومكانا لذلك قال ممدود ظل الدنيا أستاذ محمد ممدود أم يتقلص؟ زائل زائل الشمس والأرض تدرع حول الشمس عندما تأتي الظهير يكبر يكبر بعدين ينتهي ينتهي من الصبح يبدأ يكبر الظل إلى أن يأتي للهروب فينتهي الظل إذن ظل الدنيا يتفاوت ويتقلص في النهاية ظل الجنة ممدود دائما إذن هنا صفة ممدود تبين أن ظل الآخرة ليس كظل الدنيا لا يتقلص أبدا وممدود صيغة اسم فعول دليل على الإسمية دليل على أن الظل المبسط ممدود لا يتفاوت ولا يتقلص هذا هو المراد وهو ظل النافع جاء تعال الآن إلى ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما رواه البخاري ومسلم والله نحن نوجه من خلال هذا المنبر الإعلامي أنه لا ينبغي أن نستهين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة الصحيحة يعني كثير من الناس يا أخي تسمع ما معنى البخاري بخاري رجل قيضه الله للدفاع يعني السنة ونقحها ونظام قد يخطئ يا أخي هو بشر لكن في النهاية أجمع العلماء على أنه اتبع طريقة في تصحيح الأحاديث وبعض أهل العلم ممن اغتر بعلمه عفوا بعض طلبة العلم ممن اغتر بعلمه يقولهم رجال ونحن رجال جيد عليك أن تحفظ مليون حديث مئة ألف ألف حديث ثم انتق مثلما نطق الرجال يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة قل إن في الجنة شجارة إن في الجنة شجارة يسير الراكب في ظلها مئة عم يا الله هذا هو الظل الممدود لا يقطعها فقرأوا إن شئتم وظل ممدود رواه البخاري 3252 رواه الإمام مسلم 2826 لماذا أقول هذا الحديث قد يقول قائل هل هناك شجرة فيها مئة سنة لا يقطعها صاحبها نقول لو في العصر الحديث نحن في الاكتشافات الفلكية المسبار لا يصل إلا بعد سبعة أشهر من صنع البشر حتى يدرك جرما آخر جرما آخر نجما آخر وتعد المسافات الفلكية بمئات الآلاف والملايين كيلومترات إذا كان هذا في علم البشر فكيف يقاص عليه علم الآخرة علم الآخرة علم آخر الله يقربه لنا فقط وهذا من تقريب رسول الإسلام السلام للشجرة حتى نفهم البسألة يا أخي الكريم اقرأ الآية الواضحة جنة عرضها كعرض السماء والأرض عرض السماء والأرض الآن علم الفلك لم يحصر بدقة عرض السموات والأرض هذه جنة يعطيها الله لأهل الإيمان نسأل الله أن يلزقنا ويرزق المسلمين جميعا طيب فهمنا السدر المخضود وفهمنا الطلح المنضود وفهمنا الظل الممدود ونأتي الآن على الماء المسكوب نعم لما وصف الماء بالمسكوب ن شاء الله وفي أماكن أخرى قال جنات تجري من تحتها الأنهار نعم لكن هنا قال مسكوب نعم من سكبه ولماذا يسكب بارك الله فيك أولا مسكوب بمعنى مصبوب معنى مصبوب والصب يكون من أسفل إلى أعلى أو من أعلى إلى أسفل من أعلى إلى أسفل بارك الله فيك هذا كلها إشارات جميلة نحن الآن مع أصحاب اليمين أم مع السابقين مع أصحاب اليمين جيد السابقود كما ورد في سلطة الرحمن فيها عيون تجري عينان تجريان ودائما الماء الذي يجري وفي الجنة جنات تجري من تحتها الأنهار الأنهار تجري تحتهم والمنظر يكون أبدع وأروع ما يكون بينما أصحاب اليمين أقل درجة فهم يرون الماء مسكوبا من جهة عليا إلى أسفل مثل الشلال مثل الشلال دليل على أنه في درجة غير درجة السابقة ينسكب عليه من سكابا ينسكابا وينصب انصبابا فمعنى أن في أناس فوقهم بارك الله فيك بصريح القرآن السابقون أعلى درجة من أهل اليمين يأتي من علين يأتي من علين بارك الله فيك إذن يسكب لهم أينما شاء مع ذلك يقول الإمام أبو السعود المفسر وكيفما أرادوا بلا تعب أو مصبوب سائل يجري على الأرض في غير أخدود المنظر الجميل هذا منظر تنعيم السيد محمد منظر تنعيم رائع والعربي في الجزيرة العربية وهو يعاني من شدة لأواء الرنضاء والحرارة كيف يكون منظر الماء المسكوب أمان يا الله الله أكبر والبرودة والظل الممدود والطلح المنضود والسدر المخدود بقي قبل أن نتجاوز شوي بعض العلماء ذكره المفسرون الإمام الآلوسي وغيره يقول كأنه شبه حال السابقين وأصحاب اليمين حال السابقين بأصحاب المدن بأصحاب المدن وحال أصحاب اليمين بأصحاب البوادي هكذا هذه فكرة ذكرها بعض المفسرين وسأشرحها باختصار لأن السابقين بما ذكرهم ذكرهم أنهم يكونون في جنات في صدر موضونة متكئين على متقابل يمر عليهم الولدان المخددون يتنازعون كأسا ثم وصف الحررين صحيح؟ كأن هذه الحياة هي حياة أصحاب المدن المرفهين المرفهين المنعامين وهذا تنعيم جميل وقال أصحاب البادية يحبون السدر والطلح والماء المسكوب وكذا هذا ليشرح لنا التفاوت هذا يذكره المفسرون أنا أذكر شيئا آخر إضافيا بإذن الله التشبيه الأول جميل لكن التشبيه الذي سأقوله أكثر انطباقا وهو أنه في السابقين في السابقين ذكرت تنعيم داخل القصور وفي الأصحاب اليمين ذكرت تنعيم خارج القصور والكل مجزي بذلك أنا أقول لك هذا الكلام لأن سرور الموضونة في القصور داخل القصور متكئين عليهم متقابل يطوف عليهم الولدان المخلدون بأكواب وأباري في القصور داخل القصور هذا منظر خصه الله بالسابقين هذا لا يعني أن أصحاب اليمين ليس عندهم عندهم لكن أقل درجة في التنعيم لما جاء إلى أصحاب اليمين أعطانا المنظر الخارجي صدر طلح ماء مسكوب ذل ممدود في النهاية الكل ينعم بمثل هذا وبمثل هذا والسابقون أرقى درجة والله أحلم بارك الله فيكم الله يزيك الخير طيب قال وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوع نعم الآن الحديث عن الفاكهة دخل الآن هناك قال وفاكهة مما يتخيرون نعم هنا قال وفاكهة كثيرة أول شيء نقوله إذن السدر المخدود والطلح المنظر لم يذكر من أجل فاكهته من أجل ظله من أجل ظله وهنا ذكر فاكهة كثيرة تقول لي وين لا مقطوعة ولا ممنوع ما زل نحن في وصف مشهد خارجي يصف لهم بأن الفاكهة لأصحاب اليمين موجودة بكثرة لا هي مقطوعة ولا ممنوعة يقصد مقطوعة من شجرها هناك قال وجان الجنتين دان لأصحاب السابقين والمحسنين تدنو له هؤلاء موجودة موجودة ليست مقطوعة ولا ممنوعة لأن المقطوع ربما يقول قال أنه قطع من فترة فأصبح ذاويا أصبح غير طازج غير طازج بارك الله لكن هي لا مقطوعة في شجرها موجودة وليست ممنوعة من القطع من القطع وليست مقطوعة ممنوعة بشوك يصد الجاني الذي يجنيها وليست مقطوعة بزمان أستاذ محمد فاكهة الدنيا مواسم مواسم وفي الآخرة فاكهة دائمة لا مقطوعة ولا ممنوعة في كل المواسم وهي دانية وهذا تنعم لأصحاب اليمين بينما الحديث عن السابقين يقول يتخيرون ويطوف عليهم الولدان بها وهم يتخير هنا ذكر وصفا آخر بارك الله طيب قال وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة ما هو الفراش الفراش بارك الله فيك كل بساط يمتد عليه صاحبه يذتجع عليه الإنسان في الدنيا أو في الآخرة طيب بما وصفه بالرفع بارك الله فيك فرش على سرور مرفوعة لما قال السرور عند السابقين ماذا قال على سرور موضونة فقط سرور مقال مرفوعة سرور موضونة مطلية بالذهب مكونة من ذهب مرمولة يقول العلماء موضونة بالذهب إلى غير ذلك السرور الأصل فيها أن تكون مرفوعة السيد محمد عند العرب وعند الجميع السرير له أربع سوق ساق أربعة سوق ويكون طويلا لما جاء إلى الفرش حتى لا أفهم أنا وأنت وفرش على الأرض قال لا مرفوعة فوق سرور بارك الله فيه زيادة في وصف التنعيم الدقيق لأصحاب اليمين والفرش حينما تكون مرفوعة تكون على أسرة أكثر شأن من أنها تكون على الأرض لكن لم يصف السرير هناك وصف السرير من ذهب فهنا قال فرش على سرور مرفوعة طيب قال وفرش مرفوعة ثم يقول إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّا إِنْشَاءَ إِنَّا إلى لفظ الجلالة بارك الله فيك طيب أَنْشَأْنَاهُنَّا إِنْشَاءَ أَنْشَأَ ماذا؟ هل أنشأ كل ما تحدث عنه؟ أم أنه يتحدث عن معنى معين عن إنشاء معين؟ بارك الله فيك الإنشاء في اللغة العربية هو الخلق والاختراع من عدم من عدم الإنشاء وشوف عندنا خلق وأنشأ واخترع وأبدع وخلقكم من بطون إلا أن النشأ يلاحظ يلاحظ فيها المراحل دائما كلمة أنشأ والولد ينشأ فيها أما خلق ممكن يكون خلق في مراحل وخلق دفعة واحدة واضح جيد إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّا هو يتحدث عن إنشاء خاص وهو إنشاء حور العين وإنشاء نساء الجنة إنشاء الحور العين وإنشاء نساء الجنة إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّا يعني وأبدعناهن وخلق كيف يتحدث عنهن ولم يسبق ولم يسبق إليهن ذكر ما يأتي يدل عليهن إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّا إِنَّا أَنْشَاءًا فَجَعَلْنَاهُنَّا أَبْكَارًا عُرُوبًا أَتْرَابًا إذن الحديث عنهن بعضهم قال إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّا الفرش لا يستقيم هو الفرش دل على النساء ودل على الحور العين التي أنشأ تمت مناسبة وليجوز أن يعطف كلام على كلام لا يتناسب معه وهنا لم يعطف فصلة والفصل دليل على شدة الاتصال ووجه الاتصال عندما ذكر الفرش المرفوعة سيكون فيها تنعيم لأصحاب اليمين وقال إِنَّا أَنْشَأْنَا أُولَئِكَ الْحُورِيَّاتِ الْعِينَ اللَّوَاتِ ذُكِرْنَا بالتصريح في أصحاب السابقين قال هنّا فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارٌ عَرُوبًا يبقى الآن أنشأنا هنّا للحور العين أم لنساء الدنيا قال العلماء نساء الدنيا أيضا يدخلن في هذا التعبير وورد في الحديث هنّا اللواتي قبضن في دار الدنيا عجائزة شمطا رمصا جعلهن الله تعالى بعد الكبر أترابا على ميلاد واحد أحدث كثيرة صحيحة في هذا المجال ولذلك العلماء عندما جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عجوز كبيرة الصن قالت ادعو الله أن يدخلني الجنة قال لها صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة عجوز فحزنت وبكت فلما ولت قالت صلى الله عليه وسلم قولوا لها أنها لا تدخل وهي عجوز وإنما تدخل شابة فهذه الآية تنطبق على نساء الدنيا ونساء الآخرة ينشئهن الله إن شاء عظيم طيب قال فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارَةَ نعم جعلناهن هذه تنطبق حتى ولو كانت المرأة في الدنيا متزوجة تكون يوم القيامة بكرا عربا أترابا عربا جمع عروب والعروب المتحببة لزوجها التي تعرب عما في ضميرها أترابا هن الأتراب أم أتراب مع أزواجهن لا لا هن هن يكن أترابا النساء الآخرة لا يتفاوتن لا سنا ولا جمالا ولو كل متساوي لا يكن أتراب أزواجهن لا أصدقى أجزم بهذا لكن عروبا متحببات أترابا متساويات السن متساويات الجمال وهن أعدهن الله للتنعين ألا يفهم أترابا لأصحاب اليمين ممكن قلت لك وارد لكن لا أجزم وارد كلامك لكن لا أجزم به الله يحفظه وإلا إذا قلنا لأصحاب اليمين كيف تأتي يعني أنشأهن لأصحاب اليمين نعم أنشأهن معدات لأصحاب اليمين وهذا فقط أوضح شيئا سيد محمد لعلى الوقت يداهمنا نساء الدنيا سواء كنا متزوجات أو غير متزوجات من تدخل الجنة فإن من تدخل الجنة تكون مع زوجها واضح وكما تعرف إذا واحدة تزوجت بإنسان وتوفاه الله هو مسلم وتزوجت بآخر وهو مسلم تكون مع آخر واحد عليه العقد الشرعي وتكون معه في الجنة طيب أنا أريد لا أريد أن أختم الحلقة حتى أنتهي قال ثلة من الأولين وثلة من الآخرين جميل ما المقصود؟ أصحاب اليمين هم أقل درجة من السابقين ثل من السابقين الأول من الأولين من الأمم السابقة وثلة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وكفى بهذا كثرة آلاف الأقوام والأجناس مرت والرسل ثلة منهم يساوون الثلة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يساوون ثلة بأصعب لذلك العلماء لما وقفوا عندها قالوا وكفى بهذا كثرة وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث للصحيح قال إني أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبرنا الله أكبر قال أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة قال فكبرنا قال أسألوا إني لأرجو أن تكونوا شطرة أهل الجنة يا الله وما أنتم ما المسلمون في الكفار إلا كشعرة بيضاء في ثور أسود أو شعرة سوداء في ثور أبيض الحديث نواه البخارة ومسلم سبحانه نسأل الله أن نكون جميعا من أهل الجميع آمين بارك الله فيكم فضي الشيخ الدكتور و أحسن الله إليكم و نلتقي بحول الله في حلقة قادمة لنتحدث عن أصحاب الشمال نسأل الله العفو و العافية أشكركم جزيلا الشكر و ملتقان بحول الله في الحلقة القادمة السلام عليكم و رحمة الله و بركاته شاهد الحلقة كاملة على تطبيق مرايا اشتركوا في القناة